برحب بحركم مرة تانية مبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارة رسمية إلى مصر طبعاً ده بيأتي في إطار عمق العلاقات المصرية الأردنية اللي ابتشأت تطور كبير منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم وكمان أيضاً كان في هذه الزيارة تبادل كبير للرئيسين فعدد كبير أيضاً من الزيارات اللي كان بيترتب عليها منقشة عدد كبير من الأضايا اللي بتخص المنطقة العربية خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن العلاقات المصرية الأردنية عن تفاصيل هذه الزيارة بصحبت الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ جمال رائف من أورنا في السيديو صباح الخير مصر صباح الخير أهلا بيك صباح الخير على حضراتكم مباسعة دايماً وأنا معاكم في صباح الخير يا مصر وصباح الخير على كل السيدة مشاهدين أهلا بيك أهلا وسهلا خلينا نتعرف منك على أهمية هذه الزيارة في عدد التوقيت ارتبطها بملف إيه بالتحديد وتأتي في إطار إيه طبعاً بدايةً كده العلاقات المصرية الأردنية علاقات السلسة الثنائية ومميزة للغاية وسواء أبعدها التاريخية أو وقاحها الآن بيقول أن دي علاقات في الحقيقة ممتدة ومتينة ودائماً بتنطلق لأفاق أرحب والجيب كمان في العلاقات المصرية الأردنية إنها مش بس اقتصرت على فكرة العلاقات السلسة الثنائية ما بين الدول ولكن أيضاً انطلقت لإحداث نوع من أنواع التكتلات الاقتصادية والاندماج في حراك اقتصادي عربي أنا أعتقد أنه هو بالغ الأهمية بل هو النموذج العربي القائم الآن في فكرة العمل العربي الاقتصادي المشترك سواء من خلال الألية السلاثية التي تجمع مصر والأردن والأراق أو من خلال الانخراط في اتفاقية التكامل من أجل التصنيع التكاملي اللي بتضم مصر والأردن والإمارات وأيضاً مؤخراً انضمت إليها البحرين إذن نحن نتحدث عن نموذج استثنائي في فكرة دعم العلاقات وتطوير العلاقات والانطلاق بالعلاقات إلى مجالات وآفاق أرحب نتكلم على علاقات سياسية كمان مهمة للغاية نتكلم على تطابق في الرؤى تجاه القضية المركزية القضية الفلسطينية نتكلم أيضاً على وجهات نظر مشتركة حيال كافة القضايا العربية فكرة التسوية السياسية لكافة أزمات المنطقة حتى فيما يتعلق بقضية الفلسطينية والحراك المصر الأردني سواء من خلال ربعيات ميونيخ أو الأمم المتحدة نجد أن هناك تنصيق مستمار وكنا حتى بنتكلم قبل الهوى أن مصر والأردن هم يعني لديهم مسئولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن الزخم في العلاقات المصرية الأردنية واللي بيترجمه حتى عدد القمم المشتركة ما بين القادة خلال هذا العام بنتكلم على ربما أكتر من ستة أو سبع قمم مشتركة جامعة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيئة العهل الأردني سواء كانت قمم عربية مصغرة بنتكلم على قمة شرم الشيخ التي ضمت مصر والبحرين والأردن بنتكلم على قمة القاهرة التي ضمت مصر والإمارات والأردن بنتكلم أيضا على اللقاءات على همش جامعات الدول العربية أو كأس العالم أو حتى في القمة الأخوية في العالمين أيضا كان هناك اجتماع إذن كل هذه الاجتماعات المشتركة ما بين القادة بجانب الاتصالات الهاتفية المشتركة طوال الوقت كل ده بيؤكد أن الزخم ما بين القاهرة وعمان ليترجم جودة العلاقات مع كمان أن هناك انعقاد للجنة العليا وبنشوف رؤساء الوزراء كيف أنهم يتحركوا على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين كل ما نحن نتحدث عنه هو ما يصف بالزخم في العلاقات هذا الزخم أيضا هذه الزيارة بتترجمه بل أنها بتدعم هذا الزخم وبتنطلق به إلى أفاق أرحب في التطور على العلاقات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو فيما يتعلق بتفاهمات التي لها علاقة بالقضايا الإقليمية وخاصة القضايا الفلسطينية وكنا نتكلم كمان قبل الهواء يمكن في الفلسطين على فكرة أن الأجواء الآن والمتغيرات الدولية والإقليمية مواتية لعمل عربي يستطيع أن ينقذ القضايا الفلسطينية ويجد لها حلا شاملا لهذه القضايا طيب إحنا بنتكلم أنه الزخم في العلاقات دي بين الدول العربية كلها دلوقتي يمكن شايفين يعني قرب في الفترة دي ومسندة جمدة جدا من الدول العربية وبعدها ولو تكلمنا على مصر والأردن زي ما حضرتك قلت في مسؤولية تاريخية عليهم ناحية القضايا الفلسطينية هل التوافق بين البلدين والعمل معا النهاردة بيصب في مصلحة المنطقة واستقرارها بأي طريقة؟ دي نقطة مهمة لأن العمل العربي المشترك أنا أعتقد أنه هو في مرحلة فاصلة وحتى شفنا ده في القمة الخاصة بي الجزائر القمة العربية في الجزائر إن حتى لغة الخطاب أصبحت أكتر جدية أصبحت أكتر أيضا تحديدا في الموضوعات وإبراز للتحديات وغيرها من الأمور لأن بالتأكيد إن لم يكن الآن يعني هناك رغبة وإرادة سياسية من كافة القضا العرب للتلاحم فسوف يكون هناك أزمة بالفعل والحمد لله إن هناك هذه الإرادة السياسية هناك القاهرة التي عادت كفاعل إقليمي مؤثر ويستطيع أن يجمع ويوحد الصف العربي وشفنا خلال الفترات الماضية ويمكن الثمانية سنوات الماضية خيري شاهد ودليل إن الدولة المصرية لعبت دور كبير جدا في توحيد الصف العربي وفي دعم القضايا العربية بمختلف أشكالها ويمكن حتى لما نقول إن أكتر من 14 قائد وزعيم عربي زاروا القاهرة خلال هذا العام فقط ده بيترجم دور القاهرة الفاعل في توحيد الصف العربي ده طبعا غير كوب 27 إنه تقريبا في كوب 27 كل القاضا أتوا لكن نتكلم بشكل دبلوماسي أو بشكل علاقات سنائية لا كل القاضا العرب تقريبا لسيد رئيس زار كل دول مجلس التعاول الخليجي هذا العام بالإضافة إلى الأردن إذن نتحدث عن حراك مصري دي دعم للقاتل العربية العربية وأيضا هناك الآن أجواء ومتغيرات ربما البعض يراها صعبة عالميا وإقليميا ولكنها على المستوى العمل السياسي العربي مع حفاظك على موقف يتمتع بفكرة الحياد الإيجابي إنك لا تنخرط في أي من الصراعات الدولية فقط أنت ربما تطرح حل الدبلوماسي يعني بالزبط تطرح ربما المساندة والحلول وإتاحة المجالات للتفاوض ولكن لا تنخرط ولا تنحاز لأي من الأطراف كل ده بيدعم الموقف العربي لأن الوقت أنت لديك تحديات تقليدية زي ما كنا نكلم على القضايا الفلسطينية والقضايا الأخرى زي القضايا السورية الليبية دي قضايا أصبحت تقليدية وكمان أصبح لديك قضايا وتحديات مستحدثة زي تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية تبعات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الوضع العربي الآن أيضا الأمن الغذائي أمن الطاقة تغيرات المناخية يعني ده أمر المنطقة العربية بتدفع تمنه بشكل كبير جدا لأن في الآخر الدول العربية دول نامية وإنبعاثاتها تكاد تكون صفر مقابل إنبعاثات الدول الكبرى وبالتالي هذه المتغيرات المستحدثة الآن بجانب التحديات التقليدية تحتاج إلى هذه اللحمة تحتاج إلى ضرورة هذا العمل العربي المشترك وتحتاج إلى مش بس تقارب في الرؤى لا ده تحتاج إلى تطابق في الرؤى العربية لإحداث زي ما بيقول كده يعني تغيير آه يعني نحن نحتاج إلى حرك آه يعني نحن نحتاج إلى رؤية متطابقة تذهب بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك نحو تحقيق الأهداف مباشرة خاصة في ما يتعلق القادرة الفلسطينية أو تقليل تبعات الأزمات الإقليمية والدولية على المواطن العربي لأن المواطن العربي الآن يعاني لا ننسي خلينا اقتبس من كلامك يا أستاذ جمال حضرتك قلت أننا عندنا حراك آه وعندنا ظروف ربما أمريكا مش مركزة مع المنطقة دلوقتي في أزمة روسية أوكرانية في آه صراع صيني أمريكي في بحر الصين الجنوبي ف عندنا فرصة ده اللي فهمه من كلام حضرتك صح كده؟ نصها بشكل يعني أفضل سيناريو لي فيما يتعلق أولا بالقضايا الفلسطينية عندنا ليبيا عندنا سوريا عندنا أزمات كتير بس ربما القضايا الفلسطينية هالقضايا المركزية اللي بتشغل بالا العرب كلهم هل نقدر نرجع لحدود 67 هل نقدر نعمل ده؟ نقدر يعني أبو جل نظر الشخصية نقدر لأن أنت العالم أو في السياسة الدولية الثابت الوحيد هو المتغير يعني ما فيش حاجة في السياسة الدولية اسمها ثابت 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 يعني أشكرك والعلم تغير كثيرا والنظام العالمي نفسه تغير يعني لما تشوف عصبة الأمم بعد كده الأمم المتحدة العصبة الأمم سبقاها تغير وتبعها تغير والأمم المتحدة وصعود الشرق دلوقتي بكل قواه بالظبط وبالتالي أنت ما تستبعيش فكرة أن العالم الجديد الذي يتشكل أيضا يدبعه تغير في منظومة العمل الدولي الأحلاف لأن كمان الأمم المتحدة حتى به هذا الشكل التقليدي الآن المعتمد على فقط خمس دول كبار في مجلس الأمن يتحكمون في مصير الاستقرار الدولي أمر أصبح لا يساعد على السلم والاستقرار الدولي يمكن شوفنا حتى ده حدث في جمعات العمل الأمم المتحدة الكثير طالب بفكرة أن يعدل شكل مجلس الأمن وبالتالي الحراك الحادث على الأرض الآن في الصراعات الدولية سواء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ما يحدث في شرق أوروبا ما يحدث في بحر الصين الجنوبي بالتأكيد سوف يكون لها نعكستها نعكستها دي مش بكرة ممكن تكون كمان سنة كمان خمس سنين ولكن سوف يكون لها نعكستها أيضا على تشكل النظام الدولي ده اللي بيقوله لنا التاريخ لأن بعد الحرب العالمية التانية العالم تشكل من جديد صحيح وانت الآن لا يمكن أن ننكر أننا أمام حرب عالمية من نوع جديد ربما هي ليست حرب نوائية كما حدث في السابق ولكنها أيضا حرب لها أدواتها السيبرانية والتكنولوجية والعسكرية أيضا والمقابراتية وغيرها من الأدوات وبالتالي النظام العالمي يتشكل المجتمع العربي عليه أن يستعد أنا أعتقد في الحقيقة ما ليش إحنا شايفين دلوقتي دور كبير قوي للدول العربية حتى في القرارات العالمية النهاردة شايفين تأثير الدول العربية كبير قوي على قادة العالم وهم بيفكروا إزاي يعني عدد تشكيل للمنطقة من قول وجديد لا بعين الاعتبار الدول العربية وما تريده الدول العربية في هذه الفترة يمكن الفضل الأساسي في ده إن الحمد لله مصر قدرت تصمد أمام يعني الخريف العربي وأيضا الدول العربية الأخرى التي زلت صامدة واستطاعت أن تحدثنا من أنواع القوى العربية يعني نكلم عن مصر السعودية الإمارات الأردن البحرين وغيرين من الدول العربية التي استطاعت أن تحافظ على استقرارها الداخلي لأن الاستقرار الداخلي لهذه الدول العربية الكبرى أنا أعتقد أنه كلمة السر في الحراك بتقولي عليه فكرة أن الدول العربية الآن استطاعت أن يعني تفرض كلماتها في بعض القضايا الدولية والإقليمية وبالتالي أنا أعتقد أن سياسيا أنت الآن لديك فرصة واقتصاديا وعشان كده هرجع لمصر والأردن مصر والأردن استغل الظرف الراهن اقتصاديا بإيجاد هذه التكتلات الاقتصادية لأن لما نبص كده مثلا على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي بدأ إزاي بدأ سياسيا ولا اقتصاديا بدأ اقتصاديا واستطاع أن يعني بعد كده يقلق نوع من أنواع التحالف السياسي والأمني بما أنك قلت كده الطاقة اللي هي ده باور كلمة السر ايه وبيل آخر كده وهي الطاقة باور وباور ده فعلا يعني باور سياسي يعني بيدينا كمان يعني أرياحية في التعامل سياسية مصر والأردن بيقدموا نموذك حلوة في القصة دي مصر بتقدم أو بتصدر كهرباء للأردن وفي تعاون كبير وإحنا أنشأنا لهم كمان محطة غازوة في تفاصيل كتير نقدر نستغل ده إزاي أيضا في طرح أورقنا ديبلوماسيا في المنطقة وخصوصا أنت شايف أنه فيه أزمة طاقة وفيه أزمة أيضا غذاء عالمية المنطقة العربية والدول العربية رقم مهم جدا فيه فجرة الأمن الخاص بالطاقة الآن ومصر والأردن مع كمان العراق بيشكله محور مهم جدا فيما يتعلق مش بس فيه إنتاج الطاقة ولكن توزيحها ونقله لأنك تتكلم عن محور سوف يكون في غاية الأهمية وكمان الأردن والعراق الآن ينشئوا منطقة لوجستية على الحدود المشتركة فده كمان هيساعد من هذه الفكرة ده كله بجانب الربط الكهربائي اللي حركة أشرت إليه ما بين مصر والأردن وفكرة أيضا نقل الكهرباء إلى العراق ونستطر لهم غاز كمان الغاز بيقلت لهم محطة الكهرباء وحتى فيما يتعلق باللبنان في المستقبل وفكرة نقل الغاز لللبنان إذن نتكلم عن محور طاقة سوف يمتد من مصر إلى العراق ومن ثم ربما ينطلق إلى مناطق أخرى زي لبنان مثلا ده بفضل بقى إنك زي ما حركت قلت القرار السياسي اللي متتوافر من الأول الإرادة السياسية والقرارات السياسية في هذه الدول لم نكن نتحدث عن هذه المكتسبات الآن الدولة المصرية لديها قرار سياسي بفكرة طبعا تعظيم قدراتها من الطاقة إنشاء هذه المحطات الكهربائية التي أتاحت لنا الآن تصدير هذه الطاقة الاكتشافات من الغاز أيضا الزهاب بهذه المكتسبات إلى تحالفات إقليمية تساعد مصر على إعطاء قيمة مضافة لهذه المكتسبات إذن نحن نتحدث أيضا مش بس الطاقة بمفهومها التقليدي فكرة الإنتاج والنقل والتوزيع ولكن كمان إعطاء قيمة مضافة لهذه الطاقة من خلال التصنيع عشان كده أيضا أنا بعول بشكل أساسي على فكرة كمان الاتفاقية التي تم توقعها الخاصة به التكامل أو الاتفاقية التصنيع التكاملي ما بين مصر والأردن والبحرين والإمارات لأن دي بالغة الأهمية لأن أنت بتتكلم الآن كل الناس التي ممكن تكون أشايفة الأزمة العالمية أزمة الطاقة ولكن إذا حدث أن نعمل أنواع الصراع في بحر الصين الجنوبي سوف يكون الأزمة أيضا أزمة تصنيع لأنك تتكلم على المنطقة مصنع العالم يعني مصنع العالم في بحر الصين الجنوبي سوف يتعطل إذن أيضا ربما يكون من المحتمل أن يواجه العالم أزمة تصنيع وبالتالي أن تستعد من الآن لفكرة التصنيع التكاملي مع وجود الخبرات البشرية الإمكانيات اللوجستية الإمكانيات المادية التي تتوافر طبعا في مصر والأردن والإمارات والبحرين خصوصا أن الإمارات تدخل في هذا المشروع بشكل جدي وفعال وخصصة 10 مليارات دولار لهذا الاتفاق إذن نحن نتحدث عن نموذج انتقلة من العلاقات الصينية من مصر والأردن إلى شراكة الإلكترونية أنا أريد أن أرجع لنقطة مهمة جدا سريعا لأن نقطة بتهم كل عربي وهي نقطة القضية الفلسطينية بنتكلم على اعتداءات من الجانب الإسرائيلي في القدس المحتلة بنتكلم النهاردة ده بيهد طبعا يعني عملية السلام بالشر الأوسط فأهمية هذا اللقاء إيه هو؟ أكيد طبعا يعني كلما كان هناك اجتماع ما بين مصر والأردن وتنصيق تجاه القضية الفلسطينية الجميع ينظر مش بس حتى الجانب الإسرائيلي أو حتى المحيط الإقليمي ولكن العالم يستمع لأن مصر والأردن هم شركاء في ربعيات ميونيخ ولديهم زي ما كنا بنشرح من الأول لديهم دور كبير جدا في القضية الفلسطينية أعتقد أن التنصيق المصر الأردني الآن مهم للغاية لأن علينا أن نستغل نعم هناك تصعيد وهناك اعتداءات إسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية طوال الوقت ربما الدافع لها هو بعض القلاق السياسية في الداخل الإسرائيلي نفسه يمكن هناك نوع من أنواع الدعاية الإسرائيلية أو القائمين على السياسة الإسرائيلية يريدون أن يحدثوا من أنواع الدعاية السياسية لأنفسهم من خلال هذه الاعتداءات ولكن علينا نحن أن نظل محافظين على المصار الدبلوماسي نذهب بهذه القضية نحو طاولة المفاوضات فكرة إحياء عملية السلام أنا أعتقد أنه هو الهدف المصري الأردني الأسمى بل هو الهدف الحقيقي الآن للدولتين وأعتقد أن مصر والأردن لديهم القدرات والإمكانيات سواء السياسية أو الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف إن شاء الله قريبا صحيح على أي حل الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس بالإضافة أيضا إلى دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية الممتدة عبر سنوات طويلة أضف إلى ذلك أيضا ملف الطاقة والتكامل العربي فيما تعليق ملف الطاقة أعتقد أنه موضوعات كثيرة يعني ربما تم تبعث فيها خلال هذه القمة المصرية الأردنية بننتظر حال حالة سياسية في الملف الفلسطيني وربما تحرك عربي أوسع لحل القضية الفلسطينية مشكرك أستاذ جمال أستاذ جمال رائف محلل السياسي رنوار النهاردة في السوديو صباح القير وألقى الدوق بالتفصيل على كل هذه الملفات شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم يا فاند وشكرا لكل سيدا مشاهد شكرا جزيلا